حدد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ مهمتين اثنتين يقتصر وجود قوات الحلف عليهما في العراق وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها إن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحلف الناتو الذي قدم في بداية الحديث التهنئة بنجاح الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس العراق مؤكدا أن عدد أفراده يقتصر على جوانب التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات والأجهزة الأمنية العراقية وبحسب البيان فإن الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق بما يعزز المواجهة المشتركة ضد عصابات داعش ترجمة نانسي قنقر